أهلا بحضراتكم من جديد طيب احنا شفنا الفادة كله لكن برز على السطح برضه في علاقات اللعيبة السابقين بالأهل واحد ندمان والتاني مش داريان كابتن عبدالله السعيد طارق السعيد عفوا طارق لعب كبير أصلا كان في النادي الأهلي وهو ناشي ورجع كان المفروض يكمل مع كابتن سادة وحفيز في نفس الجيل ومشي ورجع طنطة وبعد كده رح للزمالك وعمل مع الزمالك مسيرة هيلة جدا للاعب دولي محترم وجي النادي الأهلي عمل بطولات كبيرة مع النادي الأهلي وتقلق في كاس العالم برغم ضيخ الفترة اللي قادر وخد وسام وفترة من الفترات فجأة ظهرت كده حاجة غريبة فعلا ووزعلت جدا أننا طلعت وقلت الكلام دوت لأن أي حد يلا شرف أنه لاعب جوان بالأهلي ويمكن أنا مش عايز أقول كان ضغطات ساعتها وفي بعض الناس كان بيضغطوا علي وكان في بعض الوعود لعودتي داخل ندي الزمالك لكن في النهاية تصريح أنا أخطأت فيه فعلا وما أعتقدش أن أنا قلت حاجة زايدية ومش هينفع أقولها تاني لو جالك منصف في الأهلي أو في الزمالك تختار إيه؟ لو جيبا كده كده مش عايزي أولا أنت اسم كبيرك يا بطارق أنت لعبت هنا وهنا صح فأنت كل التأدير آه يقولك أنت معك الأول للزمالك وده طبيعي بصغر يعني السنين اللي لعبت فيها في نهاية الزمالك أكتر كتير من ندي الأهلي وده طبيعي جدا بس يوم ما طلب أننا أدخل ندي الزمالك يعني إعصار من الناس ورفضوا وما ينفعش يدخلوا كأن واحد من الكفار داخل ندي الزمالك مع أن يعني فيه ناس كتير جدا يعني كانوا بالعبت في ندي الآلي واشتغلوا جوا ندي الزمالك لكن طبعا لو طلب هنا أو هنا أنا تحت أمبل الثنين طبعا أنا فاكر الموقف اللي أعلم فيه عن ندمه كان مطلوب منه في محاولة أنه كان حسام إبراهيم يمسكه الزمالك هو في جهازه وهو تمالك كانوا يتحركوا مع بعض يعني وقبل بالرفض القاطع يعني هو قال له كانت تواجهتك قال له طب إيه إطلع قول أنا ندمان وإحنا يمكن الجمهور يسمع المهم يعني هو قال له هو يعني لكن هو من جواه طبعا يقدر النادي الآلي جدا لأنه هو دخل النادي الآلي وأخلصه وكان مؤثر جدا حتى في كاس العالم البرونزية يعني رفعاته من إحداها جاءت ضرب التراصل بتاعت فيلافيو اللي كسبنا بيها البرونزية يعني فإحنا كنا يعني لا خدنا منه اللي إحنا عايزينه وهو خد خمس منطلاط خمس منطلاط في سنتين ووسام حاجة بمسيرة عمره يعني إزاي حيبقى ندمان فهو يعني أحيانا اللعبة تقول كلام من نوع ده في مغازلة زي ما كابت النادي السيد قال لك أنا ندمان وبعدين بنته بتلعب السنة دي في النادي الآه آه يعني بص يا جماعة بالنسبة للعب الأدام لأن ده ما بيبقاش باين للجمهور اللي ما عندوش تفاصيل الأمور اللي بتتم في أحيانا الناس عشان المصلحة تمشي هو لازما يبرهن عن حبه للمكان اللي رجع له ورفضه ندمه على المكان اللي كان فيه تكررت من كذا حد بل إنه الأمر كان وصل لدرجة لا إغلط في الأهلي تفتكروا وقعت وليد صلاح عبد لطيف الرجل على شاشة نادي الزمالك قاله الأسطورة محمود الخطيب قامت الإيامة عليه ومنعه من الظهور من على الشاشة وقت مرتضى منصور ونكل به إلى درجة إنه احتاج يطلع يغلط في الأهلي ويغلط في رئيس النادي الأهلي ويهاجم الكابتن ساد عبد حفيز رفيق عمره بس الحقيقة ما طولتش معاه لأنه بعد كده استغنوا عنه فراح ظهر في أحد البرامج اعتذر لكابتن خطيب واعترف إنه كان بيتقلوا في الإيربيز قول كذا واعتذر لكابتن ساد عبد حفيز اعتذار شديد وقال لك أنا أجبرت في فترة إن أنا أقول الكلام ده طبعا الاعتراب فضيلة والتراجع عن الخطأ ده شيء كويس بس عشان لن بيغلط فيهم بالشكل ده تبقوا عارفين خلفيات الصورة فيها إيه يا أستاذ بريب أبشع الشيء استغلال حاجات الناس بما يوش بالابتساز إنه تخليه عمل داي بالضبط إنه تخلي واحد يعترف تحت ضغط محتاج فلوس يعمل عملية لبنته لمراته فيروح يشتزور ما هو عمل جريمة كبيرة لكن إنت استغلت حاجته إنت مجرم قبليه صح أيوة إنت المجرم الحقيقي لأن إنت احتاجت أو استغلت حاجته للشغل علشان يسيء لحد لا ينفع لعب مش من الأهل راح الزمالك يجي يرجع يشتغل في النادي الآلي فيتقاله اغلط في النادي الزمالك لا لا ده كلام قليل قوي ده تفكير صغير جدا بس اللي تزعى منه المتطوع أيوة وفيه نمازج ما كانش حد هتذكرهم إلا إذا عملوا كده آه هي دي المشكلة قربانا على السطح الإعلامي في أحد البرامج ومن خلال بعض الفيديوهات ظاهرة اسمها عفة نصار يعني ظاهرة اسمها عفة نصار خليك واضح أو خليك عفة خليك تقول الحقيقة أو خليك تقول كلام غريب كنت فاكر إنه الواقع بتاعت قدر عب عظيم هي أغرب حاجة لكن شفتينه فيديو في نهاية حلقة بيقول لي معتزئين ومعتزئين وغلبان في التفكير وراخر آه منتامل للآله وكل حاجة بس كتير لما بيبقى ما عندوش معلومة ما عندوش منطق وبيتغلوش عليه وعلى فكرة هم جايبينه خصيصا عشان ده شكلا بيمثل للآله ده مسئين واحد يمين واحد شي مال والمزيع معاهم يعني تلاتة على واحد بالضبط دايما كده في أحد الفيديوهات شفتها لأ هو تلاتة على واحد الناس دي ما استحملتش فكرة حد محترم وواعي ومدرك وناضج زي محمد جودة جودة حاجة هيلة جدا حاجة واجه إنه قاوم على قد ما يقدر إنه مسكين لا إنه بيباشلق عليه كتير إنه ما بيباش ملاحق يرد على ده تاني شيء يزيط عليه لكنه بيبقى دايما ما فيش معلومة فيتقلوا إيه ما هم اللي قالوا عفة ده حاجة برضو ما تتقلش قالوا انتوا فضلتوا بتعتبروا الميدالية البرونزية بطولة تاخدوا عليها النقاط كل مرة في التمن كل مرة كنتوا بتطلعوا التامن تاخدوا نوقت عليها لغاية لما بقيتوا نادي القر بقولكوا حاجة بجد يعني لازم أنت تتراجع الحالة النفسية والمزاجية للناس اللي بتطلع أولاً أنت بدأت تلعب في كاس العالم من 2005 وخدت نادي القرن في 2001 لا ده انت زعلان من قينه واللي بيقول كده ده ده عفت ما ده عفت اللي قال ايو قالوا يعني لكن الأغرب والأدهش انه قال لك كنتوا بتطلعوا التامن مع ان الجغرافيا بتقول ان القرات ستة بس كاس العالم بيشارك فيه ست دول ست أندياء ممثلين لقراتهم والسابع صاحب الدولة المنظمة التامن ده مين يخبط كلام بس خلاص التامن ده مين يعني خلوا قرات العالم تمانية عشان الأهل يبقى التامن والأهل إمتى طلع وخد نوع حطته في نادي القرن اللي أعلن في 2001 بقولكوا حاجات بس بس الحقيقة تتحك بقى ده اللي تتحك بقى مش عارف اللعيب اللي عايزة ركبه عليه مش بيلعب فيه مش عارف ولا جاب جاب هون يقولك بيجيبي جوان يقوله جاب جاب جون طب بيلعب فين ما يرد بس وعلى الحقيقة يعني لما يتقال هالفطة مسؤولية مزيع بجد مسؤولية مزيع انه يسمع حاجات بره الحقيقة وبره الخيال ولا يرد عليها ولا تصلح إلا إذا صححت عن عمد في اتجاه معين برضه لمزيد من ترسيخ الصورة السلبية ضد الأهل والنكش دايما والتفوير بس أقولك على حاجة ما هو برضه يعني معلش مؤكد اللي قاله عفة نصار قبل كده للزميلة سماح عمار لا ده حد أكيد ما كانش داريان أفكركم بيها بحكي لهم على موضوع بتاع الكاتف من قدر عبعظين لما إحنا نزلنا زمالك معترض إن قدر يحكم للزمالك خلاص ومش هيحكم والأهل كان معترض عن محمد حافظ واستحاد الكورة أصدر قرار لاتنين دولت ومش هيحكمه الفرقين نهاية الموسم وجينا نزلنا الأستاذ إحنا سخننا والأهل بيسخم وجمال غندور بيسخم في الملعب جينا وقفنا في السلام الجمهوري جمال غندور دخل وقرج قدر من قط الليبس وقف قدامنا وهو اللي هيحكم المغربة العافية أنا عدالة أنا كالعيب نادي الزمالك في الوقت ده أحس بإيه أحس النادي بتاعي ضعيف أحس أن أنا مهما هعمل يعني والله العزيم والله العزيم والله العزيم إن في الديئة 17 أو الديئة 19 في كرة كنت رايح أجيب جون وتسلت من ورا كده وخدت كرت والله العزيم أدري يا أبعزيم قال لي والله العزيم حتتغلبوا لو عملتوا اللي النهاردة عشان تساعدتم المباراة في المباراة دي تقليلا نساعدتم والله العزيم والله العزيم والله العزيم وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع بتاحد الكورة ولا حالة وبعدها باسبوع أدري يا أبعزيم كان هو ماسي قناة النادي الأهلي البرامج الرياضي في النادي الأهلي هذه مكافأة عادية وعلى الملأ مفيش مشكلة لأنك زمالك فقد ناحية الإعلامية بتاعته إلا أنا بطالب بيها المشارة المرطانة منصور وقال له عليها لازم عندك ناحية إعلامية الإعلام هو النجاح أنت بتحديد تكلم على عني سنة الفريق أحلام طب ده ما كانتش قناة الأهلي كانت موجودة لا كانت موجودة قناة الأهلي في الوقت دوت لا كانت موجودة ومسك قدري بعدها مسك قدري بعدها مش ممكن مسك قدري بعدها مدير البرامج الرياضي في النادي الأهلي في النادي الأهلي برامج الرياضي في النادي الأهلي إزاي في قناة النادي الأهلي ما كانتش فيه قناة النادي الأهلي ساعتها لا كان فيه ها بذمتكم ننفع نتكلم تاني يعني خلى قرات العالم تمانية وخلى الأهلي خد نادي القرن علشان خد نقاط كان بيأخدها في المركز التامن فبطولة الأهلي بدأ يشارك فيها في 2005 واخد اللقب في 2001 واحد بس ما كمان اللي سمعته سمعته عن مار ده حاجة تانية خالص ده الراجل بيحلف بالله العظيم وانا بستغرب على الناس اللي يعني ولا تجعلوا الله عرضة نلاقي إيمانكم اجدبوا براحتكم هلفطوا براحتكم اتكلموا وانتوا مش داريانين براحتكم بس ايه داعي انك تقسم بالله العظيم تلاتة وقول لك انا قلت ده في تحيات في التحاد الكورة انه النادي الاهلي مكافأة لأدري عبد عظيم بعد المرش بأسبوع جابوه مدير البرامج الرياضية في قناة الاهلي اللي بدأت في 2008 والمرش كان قبلها ب12 سنة المباراة 96 يعني انت وعدتوا انه بعد 12 سنة اللي هي الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي اللي هو بعد 12 سنة وعمره ما داخل قناة الاهلي حتى تحليم وبعدين ايه اصلا البرامج الرياضية في قناة الاهلي اللي هي قناة منوعاتي يعني فيها جزء رياضي بقول لكم مستوى لحاجة مش دريانة قال لك قبل كده أبو قريب بطولات للاهل الحرام برضو يعني ايه بطولات للاهل الحرام بجد يعني ايه الحرام بص يا برايب وبعدين يقول لك ايه اليأس عشان فيروس الاهرام يوصلك انك ايه تقول التحيز الحرام البطولة الضعيفة انك انت تقول اي سبب غير انه المتفوق عليك بس الحقيقة الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رد على كل الهلفطة ديت مع عامر قديب لما سألوا عامر قديب ارجوك قول لي ايه الفرق بيننا وبين النادي الاهلي هو الاهلي عامل ليه كده وإحنا كده لكل الهلفط والهلفطة والتهجيز والهجسين اللي يقول لك مال الاهلي حرام واللي يقول لك الاهرام اللي هي خرجت من الرعاية بقالها عشر اتناشر سنة والاهلي مزينيته قد كده بدون الاهرام كابتن حسين لبيب الحقيقة عفانة من كل الكلام باللي قاله العامر قديب مالش حاجة بره السياق ممكن اسألك سؤال حيجنيني ممكن بس بلاش شرطني هو ليه احنا كده والاهلي كده مانجمنت ادارة ادارة مؤسسة ادارة ادارة مؤسسة ادارة ادارة مؤسسة ادارة مؤسسة بص انا قبل كده زمان قلتلك انا كل الاخشاه ان حد يفكر صح هو ده اللي تخاف منه فاكر موقف معين كده واتخد فيه قرار طرباوي الصبح قلتلك كده انا خاف طب قولي بقى تستناني بس لا دي هنجيلها مرة تانية حسين لبيب انا مش هحكي الواقع دي حسين لبيب يتعمل حسابه عشان كده طيب ده اعترافه تأكيد لكن المهم دلوقتي في اقل من دقيقة انا فاكر مرة قلتلي زمان ان عفة نصار جالك بنفسه وكان عايز يلعب في الاهلي ياه اه لا نزمن ده سياق ده سياق لا لا جال وانتقد انا الشاكر بس التواريخ يعني هو جيه وكان معاه وصورته عايز يخش الضيوم في النادي الاهلي اه فطبعا رحبتي بيجي الدان كان لعيم كبير كان لعيم كبير عرفت كان لعيم كويس يعني واحتفينا به كويس وقابلناه كويس جدا وقال لنا انا مستعد ده جيب بكت الصبح ألعب للنادي الاهلي مجانا بس أعمل عضوية في النادي الاهلي أعمل عضوية في النادي الاهلي اه فأنا طبعا يعني طبعا بتقوله تتنور اي مكان بتاع العضوية ده قصة لها ميزام تال وبقولها بيبقى لها نظام تاني وشروط تانية لكن لكن هو كان كان عنده الرغبة اه طبعا اه طبعا واحنا ما بنديش عضوية النادي الاهلي بالطريقة دي ما تدخلش تحيز المفاوضات ولا كورا إلا إذا كانت تنطبخ عليك يعني تفهم بقصدي تنطبخ عليك الشروط وبتسدد قيامها إنما هو يعني يعني قصد أقول ايه هو ما كانش يبدو عليه هذا المشهد كان لعيم كويس وجاي قضى يوم جميل في النادي الاهلي وكان محل ترحيل وتفتح الموضوع يعني بهذه المناسبة وبعد كده احنا ما ما تكررش وما يبش على فكرة فيه أكتر من لعب ولعبة كبيرة قوي 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 الوقت دهمنا لكن الأسبوع اللي فات هنعرف قوي 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 دمين لا 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 دهمنا الوقت دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله تسوء على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة